مبروك للنادي الأهلي وجمهوره وإدارته اللعبة تستحق يعني المكسب النهاردة موسيماني غير طريقة لعبه طريقة لعب النادي الأهلي إن أنا كنت بأضغط من فوق لأ إدى كرة للنادي الزمالك والاستحواز ولعب عكس الخطة اللي ممكن كارتيرون كان بيعتمد عليها كان عايز هو ليخلق المساحات في ظهر النادي الأهلي لكن النادي الأهلي هو عمل العكس وكان عنده اللعبة اللي تقدر تلعب على المساحات دي زي محمد شريف النهاردة من أكتر المباريات اللي أجاد فيها بشكل كبير النهاردة وبسجل هدف كل لعبة نادي الأهلي النهاردة نجوم ما نقدرش نقول من النجم الأوحد لكن نقدر نقول اللعيبة كلها حتى عودة محمد الشناوي بعد إصابة وتواجده النهاردة في الملعب وخبراته الكبيرة النهاردة كل لعبة نجوم نادي الأهلي بالأرقام هو الأفضل كان ممكن النهاردة المكسب يكون تاريخي كان ممكن يبقى أكبر من خمسة ممكن نوصل ستة وسبعة كانت ممكن النتيجة تتقلل كانت ممكن تبقى خمسة واحد لكن التغييرات اللي كانت في الشوط التاني هي اللي قللت شوية من نادي الأهلي ممكن فيه ظروف إصابة لكن بعض التدخلات في التغييرات هي اللي ادت الكوة شوية لنادي الزمالك لكن نادي الأهلي كان ليه الأفضلية طوال المباراة شوفنا قبل المباراة يعني كان نادي الزمالك بيتكلم عن مخرج المباراة وعايزين يغيره المخرج إزاي تغير مخرج وما يقدرش يعيد لك النهاردة كرزة بتاعة عمرو السلية بالكعب دي بوش رجله يعني إزاي تجيب لمخرج ما يقدرش يقدر يعيد للقاطة دي مرة واثنين وثلاثة واستمتع بيها النهاردة مخرج المباراة هايل في كل اللقاطات اللي كان بيعملها النهاردة التحكيم المصري تحكيم المصري نقول له شابوه النهاردة بس لا معيش باستثناء لعبة واحدة باستثناء لعبة واحدة لكن مجمل المباراة 95% من مجمل المباراة محمد عادل النهاردة حاكم المباراة يعتبر نجم المباراة كرة حمزة المسلوسي في ركلة الجزاء للنادي الأهلي كان يستحق الطرد كان يكون انزار تاني وكان عنده انزار يستحق الطرد انت قلت لي على حاجة واحدة أنا بقول حاجتين وجيت نظري هنشوف الكابت النصر هيقول ايه التحكيم هو اللي يقولينا رأيه ركلة الجزاء اللي على النادي الأهلي بالضبط أنا من وجهة نظري متعدع طبعا ان ركلة الجزاء اللي على النادي الأهلي ركلة الجزاء وهمية دي هنشوفها مع الكابت النصر هو يعني صاحب الرأي فيها جبها من كل الزوايا لكن وجهة نظري ان حمد المسلوس كان لازم ياخد الانزار التاني وكان لازم يضطرد في لعبة ركلة الجزاء دي حقيقية لان حمزة كان واخد انزار قبل كده والكرة دي تستحق انزار ثاني وكان ممكن يضطرد انما اللي عادة حتى اللي بتاعة البنالتي للنادي الزمالك الوهمية اللي تحسبت بين خالص ان لعيب نادي الزمالك ما حد يجي جنب ومن ناشي خالص يعني طبعا هنحترم الكابت النصر وكلامه بس انا بقولك وجهة نظري ضربة جزاء وهمية لكن النهاردة مع ضغط المباراة بكمل اهداف بالقرارات اللي اتخذت النهاردة لو انا باعتبر فيه نجم للمباراة اعتبر التحكيم المصري ومحمد عادر النهاردة شهادة ميلاد للتحكيم المصري النهاردة في دوري السنة دي يعتبر من اقوى الدوريات من سنين السنة دي بنشكر الرابط على الشكل الجميل في الدوري المصري سواء النهاردة كاميرات الموجودة الملعب كمان التحكيم وجود الجمهور فمبروك عودة الكرة المصرية مرة اخرى بعد سنوات مبروك للنادي الاهلي خماسية جديدة بيضفها في نادي الزمالك للارقام القياسية شفنا ربعيات شفنا خماسيات شفنا سوداسيات فالنهاردة خماسية جديدة بتتكتب في تاريخ نادي الزمالك وتضاف لهذا الجيل الذي يستحق من لعب النادي الاهلي يستحقه كل التكريم والبطل دايما بيثبت انه بطل بالارقام بالانجازات بالآداء داخل الملعب طبعا طبعا نحن نتكلم احنا الارقام عشان محدش يقولك ان الارقام قريبة ارقام بعيدة جدا عن بعض طبعا الارقام القياسية كلها النادي الاهلي النادي الاهلي بينفس نفسه فيها انت شوف حتى في عدد مطلطك للدوري عدد حتى المواجهات في الدرب اهلي وزمالك انت دايما لك التفوق وليك الافضلية هو خمسة ثلاثة دا تكرر ابلي كده ولا ما كانش فيه خمسة ثلاثة على ما اعتقد دي الخماسية على ما اعتقد اه يعني انا مش صاحب الارقام بس اجيبها لك دلوقتي ممكن تكون دي الخماسية الرابعة الرابعة خماسية الرابعة نادي الاهلي بيسجله في تاريخ نادي الزمالك صحيح كابشوريف طبعا غمور